ينضم إلينا عبر الإنترنت من جنيف طارق غازارشفتيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أهلا وسهلا بك دكتور طارق طبيب آخر يتم الإعلان عن استشهاده داخل السجون الإسرائيلية بسبب التعذيب استهداف الكوادر الطبية من قبل الإسرائيليين كيف تعلقون عليها بسؤال حظ شهدناه خلال الأشهر الماضية هو تفكيك للنظام الرعاية الصحية بما في ذلك استهداف منظومة الرعاية الصحية منذ شهر أكتوبر وثقنا 944 هجوما على الرعاية الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية ولقد كان ذلك سببا لمقتل أكثر من 740 ألف شخصا وإصابة الآلاف أيضا ولسوء الحظ العمال في النظام الصحي في غزة يبذلون قصارة جهدهم لتأمين الرعاية لأفراد المجتمع ولكن بشكل عام أن الحالة الأمنية أدت لسوء الحظ إلى خسارة الأرواح في صفوف العمال في الرعاية الصحية ويمكننا أن نقول أن ما يحاولون القيام به هو أمر رائع ويستحك الإشادة لأنه عليهم أن يعتنوا بعائلاتهم والعديد منهم نزحوا وخسروا أفراد عائلاتهم وما رأيناه هو أنه عندما بإمكانهم أن يذهبون إلى المستشفى التي لا تزال شغالة ويحاولون تأمين الخدمات لغيرهم دكتور هل لديكم أي أرقام تخص الكوادر الطبية في قطاع غزة ما تعرضت له على يد إسرائيل سواء كان عدد الشهداء من الأطباء أو عدد المفقودين أو حتى المعتقلين حتى اللحظة نحن نعلم أن عدد العمال الصحيين الذين احتجزوا لسوء الحظ وهذا الأمر حصل في بعض اللحظات التي كنا فيها نذهب ببعثات لنقل المعدات الطبية وواجهنا العراقي على نقاط التفتيش وفي بعض الأوقات احتجز زملائنا الفلسطينيين ولنحن لا نعلم ما الذي حصل معهم نحن نأمل أنهم يتلقون معاملة جيدة ولكن عودة إلى ما كنا نقوله منذ البداية وهو أن الرعاية الصحية يشب حمايتها وهذا الأمر يشمل المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرضى والعمال الصحيين هؤلاء العمال يشب أن يتمكنوا أن يمارسوا واشبتهم النبيلة بحرية وهي تأمين الرعاية الصحية ويشب أن يشعل المرضى بالأمان داخل المستشفيات ولكن لسؤال حاضر رأينا في الماضي أن هذا لم يكن الحال والمستشفيات تعرضت للاستهداف ولا يمكن أبدا أن تستهدف المستشفيات ولا أن تستخدم لأغراض عسكرية لا يشب أن تكون مساحة أمنة للجميع للمرضى وللعمال الصحيين طيب العمال والكادر الصحي التابع لمنظمة الصحة العالمية ماذا يخبركم عن ظروف عمله في قطاع غزة في ظل قصف إسرائيلي متواصل؟ إن الحالة تزداد سوءا منذ أغلاق معبر رفح ولم نتمكن حقا من إدخال أي كميات تذكر من المستلسمات الطبية ولم نتمكن أيضا من إخلاء المرضى الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية طارئة في مكان آخر أكثر من 14 ألف شخص من المفترض أن يخرجوا من القطاع ولكن منذ الثامن من مايو لم يكن ذلك ممكنا بعد إخلاق المعبر وهذا الأمر أيضا يطرح مشكلة وهي تناوب التواكم الطبية الأجنبية التي هي الآن لا تزال موجودة داخل قطاع غزة وتعمل في المستشفيات الميدانية ولا يوجد إمكانية هذا التناوب وهذا الأمر أيضا يضاف إلى انعدام الاستقرار وعرقلة المهمات اليومية التي نقوم بها يتم رفض طلباتنا وهناك أيضا تأخيرات وهناك مشاكل في البنى التحتية خاصة وأن الطرقات حتى لم تعد موجودة وإذن إنه من الصعب جدا أن نعمل في هذه البيئة حيث هناك انعدام للاستقرار والأمن وتم تدمير البنى التحتية وهذا الأمر لا ينطبق علينا فقط العاملين في المجال الإنساني بل أيضا للتواكم الصحية والمرضى في غزة فهم في هذه الأوضاع لا يحصلون على الرعاية التي يحتاجون إليها ليس فقط الموصبين بل أيضا النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المسمنة كل هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية الصحية لا يمكنهم الحصول عليها الآن طيب بشأن تحذيراتكم الأخيرة بخصوص سوء التغذية والمجاعة ما هو الوضع؟ حسب وزارة الصحة في غزة 31 شخصا تفعوا من جراء سوء التغذية وهذا الرقم يشمل 28 طفلا تحت عمر الخامسة وإذن هناك مشكلة كبيرة بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الأخذية علينا أن نضمن أن هذه الأخذية ستصل إلى داخل غزة وزملائنا في الأنروا وبرنامج الأخذية يواجهون تحديات جمع في إدخال هذه المساعدات وفي الجزء الشمالي من قطاع غزة حيث ليس بمقدورنا أن نصل إلى هذه المنطقة هناك سوء التغذية في صفوف الأطفال وكان هناك دراسة واستقصاء بينا أن هناك عدد كبير من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية كان هناك مراكز تم إنشاؤها لمعالجة حالة سوء التغذية لدى الأطفال ولكن بسبب تزايد انعدام الاستقرار ومع استمرار العمليات فإن حركة الأشخاص الذين أجبروا على الانتقال من منطقة إلى أخرى إنه من الصعب جدا أن نقوم بهذه العمليات وأن نؤمن الرعاية الصحية بما في ذلك المساعدة لأولئك الذين هم بحاجة إلى دعم في مجال التغذية وبتقديرك تأثير استمرار إغلاق معبر رفح تحديدا على الوقع الصحي لسوء الحظ سنرى المزيد من المعاناة والمزيد من الوفيات والمزيد من الإصابات نحن نبذل قصار جهدنا والتواقم الصحية في غزة تبذل قصار جهدها وفي كل مرة يكون هناك حتى فرصة ضئيلة يتم إعادة فتح الخدمات في المستشفيات التي لا تزال تعمل ولكن أود أن أكرر إذا لم تصلنا المستلزمات الطبية وإذا لم يتوفر الوقود لتشغيل المستشفيات ومع إن عدم الأمن سنرى المزيد من المعاناة لسؤال حظ ولذلك ليس هناك أي كلمات يمكننا أن نستخدمها في الأمم المتحدة وفي منظمة الصحة العالمية للمطالبة والتوصل لتوصل إلى وقف إطلاق النار لأنه الحل الوحيد لما يمر به السكان في غزة وما تأثير ذلك على الحالات المرضية التي هي مضطرة للخروج للعلاج في الخارج؟ فقد سبق وذكرت المصابين والأشخاص الذين هم بحاجة إلى الحصول على الرعاية الصحية في مكان آخر وذكرت أيضا الحوامل والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وهناك أيضا خطر الأمراض السارية وسريعة الانتشار لأنه ليس هناك أي مياه صالحة للشرب أو نظيفة خاصة في المناطق المقتضة هناك أكثر من 865 ألف حالة من الالتهابات الحادة في الأجهزة التنفسية وهناك أيضا حالة من الإسهال التي رأيناها وإذا نرى أن هناك هذه الدوامة الشارسة من الأمراض السريعة الانتقال ونقص الظروف التي تسمح بمعالجة هذه المسألة وعدد كبير من السكان في غزة وأغلبية السكان في غزة يتم حرمانهم من حقوقهم الأساسي وهو الحصول على الرعاية الصحية والحق في الصحة هو أحد الحقوق الإنسانية الأساسية وأن تفكيك المنظومة الصحية في غزة وحرمان الشعب الغزوي من الوصول إلى الرعاية الصحية هو مسألة أساسية متعلقة بحقوق الإنسان دكتور طارق هل لديكم تقديرات خاصة بالوضع الصحي في شمال قطاع غزة؟ بشكل إجمالي من أصل 36 مستشفى في كتاع غزة بأكمله هناك فقط 17 مستشفى لا يزال يعمل وأربعة عشر من بينهم تقدم الخدمات الصحية الأساسية فقط وبالنسبة للشمال ذهبنا إلى الشمال ذهبنا إلى مستشفى كمال عدوان مثلا ورأينا الأوضاع وحاولنا أن نحيل بعض الحالات الصعبة إلى مستشفيات أخرى ولكن الحالة صعبة الآن مثلا في رفح ليس هناك أي مستشفى قيد التشغيل وأعادة كنا ننقل المرضى في الشمال إلى رفح ولكن الآن في ظل العمليات في رفح أصبح هذا الأمر صعب ونحن نبذل قصار جهدنا مع منظمات إنسانية أخرى عذراً عذراً دكتور طارق للمقاطعة إذن معك دكتور طارق عذراً للمقاطعة إذن كنت تحدثنا عن الواقع الصحي في شمال قطاع غزة تفضل لو سمحت نعم كما كنت أقول نحن نبذل قصار جهدنا كلما أمكن أن نصل إلى المنشآت الصحية والعمال الصحيين في غزة يحاولون أن يعودوا إلى الأماكن التي لا يمكن العمل فيها وإذن في كل مرة يكون هناك فرصة ضئوية هم يعودون إلى هذه المنشآت الصحية وينظفون المكان ويعيدون فتح الخدمات ولكن الوضع هو صعب جداً في ظل استمرار إن عدم الأمن والقصف المستمر وهناك صعوبات تواجهها الأوساط الطبية في إدخال المستلزمات الأساسية وعن المستلزمات الأساسية برأيك ما هي الاحتياجات الضرورية الملحة الآن للتخفيف من واقع الأزمة الصحية في قطاع غزة بالنسبة للأمور التي يحتاجون إليها هناك طبعاً عدة احتياجات ولكن بشكل أساسي هناك حاجة للوقود لأن هناك نقص حاد في الوقود وعلى السكان في غزة أن يقرروا كيفية استخدام الكمية القليلة من الوقود هم بحاجة للوقود لتشغيل اللام خابس ومحطات تكرير المياه وهناك أيضاً حاجة للمستلزمات الطبية لم نتمكن من إدخال كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منذ إغلاق معبر رفع وكل هذه المستلزمات هي أساسية وهناك أيضاً معدات جراحية تحتاج إليها المستشفيات لتأمين خدمات معالجة الصدمات ومختلف التدخلات الطبية وهناك أيضاً حاجة للأغذية إن الأشخاص يعانون من الجوع وهذا الأمر يؤدي إلى نقص مناعتهم وتؤدي أيضاً إلى مشاكل طبية أخرى ليس هناك حاجة واحدة محددة هناك مختلفة الاحتياجات نحن بحاجة طبعاً إلى القدرة على الوصول ونحن بحاجة إلى مساحة إنسانية والحل الوحيد هو نهاية الأعمال العدائية وبشكل أساسي أو بشكل أو بآخر العودة إلى نوع من الحياة الطبيعية لكي يتمكن الشعب الغزاوي من العودة إلى أماكن عمله مثلاً ونحن بحاجة إلى تخطي هذا التدمير الكبير في البنى التحتية لإعادة بناء النظام الصحي وأمام تحذيرات مهمة وخطيرة كهذا برأيك لماذا لم تنشأ حتى اللحظة أي استجابة؟ هذا سؤال يجب طرحه على السياسيين نحن في الأوساط الإنسانية مهمتنا هي أن نكون شهود على ما يحصل وأن نؤمن المساعدات عندما يسمح الوضع بالقيام بذلك ولكن بالنسبة للتدخلات الجدية يجب أن يكون هناك قرارات سياسية في الأوساط الإنسانية سنبذل قصارة جهدنا لإنقاذ الأرواح وسنواصل الحديث عن هذه المسألة وسنواصل أعلى أصواتنا وأن نقول أن هذا الأمر غير مقبول هناك عدد كبير من الأشخاص الذين حرموا من الرعاية الصحية وعدد كبير من الأشخاص الذين قتلوا وأغلبيتهم من النساء والأطفال يجب أن نضع حدا لذلك وأود أن أكرر مجددا علينا أن نكون صوت العاملين في مجال الصحة وكما كنت أقول سابقا هناك 128 عاملا في المجال الصحي تم إلقاء القابض عليهم أو احتجزوا هؤلاء الأشخاص يبذلون قصارة جهدهم لمساعدة السكان في مجتمعاتهم وإذن علينا أن نكون الصوت الذي يساهم في صناع القرارات السياسية نعم شكرا جزيلا لك من جنيف طارق جزار فيتش المتحدث باسمي منظمة الصحة العالمية ترجمة نانسي قنقر